يمكن كلنا كنا مستنيين ومتابعين طبعا المباراة بين سانداونز والهلال السوداني وحصل تعادل مهم لفريقي سانداونز والهلال السوداني اللي منح النادي الأهلي المصري لأمل مرة تانية وقعد فرص التأهل للدور ربع النهائي إلى أقدام لعيبة الأهلي في اللقاء الأخير من المجموعة أمام الهلال السوداني يوم 1 إبريل هل الأهلي هيقدر أنه يحسم الماتش ويفوز بهدف ويحافظ على شباكه نظيفة عشان الأمور ما تتصعبش علينا مرة تانية يعني أسئلة كثيرة أو يمكن بنسأل بيها نفسنا يا مصطفى الأهلي هيعمل إيه صحيح وكل متخوف أن الأهلي يعني يخرج ولكن إن شاء الله الأمال كبيرة هو هدف واحد الموضوع مش صعب هنتكلم النهاردة عن النادي الأهلي بالتفصيل عن أيضا الزمالك لماذا تعثر أمام بلوزداد الجزائري بعد أداء رائع أمام الترجل التولسي هنتكلم أيضا عن قائمة المنتخب اللي تم إعلانها يوم أمس وغيرها من الملفات الرياضية مع الأستاذ عثمان إبراهيم الناقد والكاتب أرياضي أهلا بحاجة عثمان أهلا بكو طبعا وكل مشاهدي صباح خير يا مصر والنهاردة يوم يعني يوم كروي عظيم مليان أحداث رياضية كبيرة جدا جدا حتى النشر كانت غني جدا بالأخبار والسوء العالمية أو حتى المحلية سواء لعبتنا المحترفين أو حتى الأندهي المحلية وأنا جاهز شوف أعزين نبتعني ملف ونبدأ به أنا حسن أنت متفائل ودي حاجة حلوة يعني حسن أنت بدي معنا اليوم بتفائل وده شيء جميل يعني كان بقالنا فترة نحن دائما حتى بنبدأ اليوم بصباح خير يعني كلمة الخير فأكيد بقى فيه تفائل إن شاء الله ومدام دائما فيه أمل يبقى لازم نسع عليه سواء سكورة أو في الحياة عمتا لازم لحد يسعى ويعمل اللي عليه وبقى كده يشوف النتائجة هتحصل إيه طيب إحنا كده الأهليين بقى عنده فرصة للتأهل فرصة يمكن أحسن شوية هل كنت بتتوقع الأول بس التعادل ما بين الفريقين؟ الهلو سندونز طبعا نتكلم بشكل منطقي لأن كان فيه تخوفات كتيرة من قبل هذه المباراة الهلو سندونز والأهلي كان محتاج أن الهلال يتعثر بأي شكل سواء يخسر أو يتعادل في هذه المباراة البعض كان متخوف سندونز ممكن يفوت اللقاء لا بس كان ده كان غير منطقي بالمرة وسبب بسيط جدا سندونز مش عاوز يفقد صدارة المجموعة لأنه عارف أنه لو فقط صدارة المجموعة لو خد الملكز الثاني هيقابل فريق من المتصدرين في دور التمانية وبالتالي هتكون مهمة صعبة فكان سندونز رايح للسودان هدفه أنه هو ما يخسرش أو يفوز عشان يحسن الصدارة قبل جولة الأخيرة فده كان هدف واضح فده كان الواحد ما تطمن أن سندونز يلعب بكل قوته عشان يتجنب خسارة في هذا اللقاء السيناريو كان غريب جدا الماتش معظمه وسندونز مسيطر عليه ضيع فرص بشكل غير طبيعي توالي اللقاء يمكن ده غير ماتش الأهلي يمكن سندونز في ماتش الأهلي جاله خمس فرص سجل خمس أهداف كان نسبة تحويل فرص غير طبيعي الهداف في ماتش مبارح أمام الهلس سوداني جالهم فرص كتير جدا ممكن تمن أو تسع فرص ومنه كرات سهلة ولكن دعت كلها فرصة وراء فرصة لحد ما سجلوا هدف ولكن الهلال من خطأ غريب جدا من حارس سندونز سجل هدف التعادل وبعدها ركل الجزاء في الوقت القاتل والبلاس تسعين ويبدو أن البلاس تسعين حتى الأهلي اللي هو مش موجود برضو حاضرة في صلح النقات الأهلي والكرة تتصد من حرس المرمى وصلح غلطته كبيرة لرجعت الهلال لهذا اللقاء لكن في النهاية في الوضع الحالي سندونز في كل أحوالي هو ضمن التأهل لدور الثمانية خلاص مضمن تهي بالنسباله هلعب القطنك كم يقولوني في آخر جولة عنده في جنوب أفريقيا غالبا هيفوز بنتيجة عادية أو كبيرة هي يتأهل بها متصدر لهذه المجموعة الصراع دلوقتي بين الأهلي والهلال السوداني وعلى فكرة دي البطاقة الوحيدة التي لم تحسم في التمن بطاقات الخاصة بدور الثمانية النادي الأهلي عشان برضو ناس متلغبطة شوية في الحسابات النادي الأهلي دلوقتي عنده سبع نقاط الهلال عشر نقاط لو الأهلي فاز هبقى عشرة وعشرة الكاف أو قاعد اللوايح الكاف الخاصة بدورة أفريقيا بتقول لو تساوى فرقتين في عدد النقاط هنشوف المواجهات المباشرة بينهم هنا بقى هنستنى نتيجة اللقاء ليه؟ الهلال السوداني فاز على الأهلي 1-0 في السودان فالأهلي محتاج لو فاز 1-0 الناس تقولك طبا كده 1-0 و1-0 زي بعض مزبوط هنلجأ للفرق الأهدف وقتها يكون فرق الأهدف في صالح النادي الأهلي ده في الوقت وفقا للوضع الحالي نحن محتاجين هدف فرق 1-0 لو 2-1 2-1 يبقى الهلال السوداني هو اللي هتأهل بأفضلية تسجيله وهدف خارج أرضه فالأهلي محتاج فوز 1-0 أو بفرق خدفين أين كانت النتيجة في حال تسجيله هنال الهدف 3-1-4-2-5-3-5-2 أي أن كان يعني لو هنال سجل هدف يعني الهلال السوداني سيصع بمهمة الأهلي لو سجل هدف فالأهلي سجل هدف فالأهلي سيحتاج الفوز بفرق خدفين أي أن كانت النتيجة طيب الكرة الآن بأقدام لعب النادي الأهلي أكيد طبعا المطلوب من اللاعبين المطلوب من الجهاز الفني المطلوب من إدارة النادي الأهلي في الفترة دي مسائحك أو روشتة تقولها لنا هو المشكلة الأكبر أعتقد أن إدارة الأهلي تحرك بالفعل بشكل مبكر جدا من مبارح من بعد أن تكتب مباراة انتهت وبدأوا جهزوا خطابات للكاف عشان نضمنوا كذا حاجة رقم 1 المباراة قام 1 إبريل وليس 31 مارس لأن الكاف محدد 31 مارس 1 إبريل الجمعة والسكت هم اللي بتلعب فيهم مباشرة دورة بتالأفريقي فالأهلي أول حاجة هشتغل عليها مع كاف أن مباراة قام 1 إبريل تاني نقطة المباراة قام ليلا وبعد الفطار وصون طيبين هكون في شهر رمضان فبالتالي هبقى صعب جدا جدا تلعب وقت الظاهرة لأنه عارفين ساندونز بلعب في ساعة 3 العصر ولكنه عنده ملعب آخر بلعب عليه ليلا بشكل طبيعي كمان ظروف شهر رمضان الكريم فلازم النادي الأهلي محتاج لعب المباراة بعض الفطار عشان حضور الجمهيلي وكذا ملفهم مفهدين مباراة ومباراة مصرية فالأهلي بيشتغل المباراة تكون واحد إبريل لأن المنتخب مصر عنده مباراة يوم 28 مع ملاوي في ملاوي يعني برق قاهرة والأهلي عنده سبع لعبين مع المنتخب الأول وثلاثة أو أربعة مع الأولمبي وثلاثة المحترفين عنده في منتخباتهم برستاو وديانجو عالم معلول فعنده يعني كوكتيل كده هيتسرق من قائمة الأهلي 13 لا تقريبا خارج مش موجودين في مصر أصلا في الوقت اللي هو الأهلي عنده مطش مهم وبينها لعلي لازم يوم 31 فهلعب على أول حاجة واحد إبريل السبت ثاني حاجة يكون بعد الفطار الساعة 9 أو 10 وأعتقد أن حقوق التسويقية المباراة هتفرد أنها تقام بعد الفطار ليس فيها مشاكل الملف التالت كمان يشتغلوا عليه الحضور الجمهيري لكن بدأوا يجهزوا برضو خطابات لجهات الأمنية يحاولوا بأكبر قدر ممكن يحضر من الجمهور في هذه المباراة المصرية والمهمة جدا جدا والمفصلية طبعا السيناريو للنادي الأهلي فيه ده مش جديد على الفكرة يعني الأهلي عاش نفسه هذا السيناريو ست سنين اللي فاتوا خمس مرات منهم لوصل فيهم النهائي دايما دون المجموعات بقى فيه مشكلة أو عقبة ويوصل من الزيبوت كده الباب الديق فيه آخر جولة ويعدي بصعوبة من المركز التاني لكن مش هتفرق تاني من أول ولكن ناخد بقى لنا أن المركز التاني هيواجه أحد متصدري المجموعات الأخرى لهم بنسبة كبيرة طبعا هيكون فريق عربي الفريق العربية ما شاء الله مسيطرة عندنا التراجي التونسي خلاص وصل مع شباب بلوزداد مجموعة الزمالك طبعا هتبقى بس من أول وتاني التراجي بلوزداد هلعبه بعض المجموعات الجاي في تونس التراجي يكاد يكون أقرب هو يخطف في الصدارة إلا لو بلوزداد عامة مفاجأة في تونس نفس الكلام عندنا الوديد المغرية برضو خلاص تقريبا حسم صدارة مجموعته فالوديد المغرية برضو هتكون متصدر لمجموعته شكل كبير جدا جدا أعتقد الناج الأهلي هتنتظره مهمة أصعب بعد الهلال حال تخطيها هذه المباراة طيب خلينا نروح بقى لنادي الزمالك اللي خرج من البطولة حابين نعرف أسباب خروجه من البطولة وإن الإدارة محتاجات تعمله في الفترة اللي جاي عشان نعوض البطولة دي ناج الزمالك لغز كبير جدا جدا يمكن أنا فاكر كنا هنا نفس المكان قبل دول المجموعات وقلنا برضو كنا نقول رشدتها الأهلي محتاج إيه والزمالك محتاج إيه فقلنا الزمالك محتاج يعمل سيناريو غير اللي حصل آخر سنتين من بعد نهاية القرن وكان الأهلي والزمالك في النهاية المباراة الشهيرة ناج الزمالك يخش دول المجموعات يخسر مباراة ويتعادل المباراة في أول جولتين لمموت الصعب بعد كده يودع البطولة من دول المجموعات أمر صعب جدا جدا الحاجة الزمالك عمل رقم قياسي سلبي أكتر فريق بيودع من دول المجموعات في تاريخ دارة وبطالة أفريقيا بشكله الحديث شيء صعب جدا 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 نقم سلبي جدا الحاجة الثالثة فيه حاجة غلط في الفرقة يعني فيه شيء مش مصبوط يعني الناس قبل ماتش الترجي كان أداء سيء جدا 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 أعتقد ده هو المشكلة والأزمة يبقى كوكتيل حصل الكل غلطان فيه سواء أخطاء إدارية أو أخطاء فنية أو حتى تقسير من بعض اللعبين أكيد كله غلطان المنظر أحنا شايفينه ده يؤكد أن فيه شيء غلط عند الكل النهاردة يعني كنا نقول حاجة كده ممكن نسه هتحصل خلص عادة جاء إن شاء الله بنسبة كبيرة قد يكون اليوم هو قرار رحيل جزوالدو فريع عن ترتيب الزمالك من نسبة كبيرة هتمنى اتفاق على رحيل مدرب الزمالك في غيرة وقد يكون الأقرب خليفة ليه هيكون مدرب أجنبي قد يكون كريستان جروس مدرب الزمالك السابق قد يكون تاكيش جنياس اللي طبعا نتدرب ديجلة وبراميز في الفترة الأخيرة وعنده خبرات فيه الدوري المصري إن الزمالك خلينا نتكلم بواقعية خلاص دورة بطالة فوقي هوا والدعم مبارا الأخيرة تحصل حاصل مع المريخ السوداني هدفه حاليا الدوري يوصل فيه لمركز مؤهل لدور الأبطال أو الكنفدرالية برضو نلقب الدوري بعيد فرق 11 نقطة مع نادي الأهلي والأهلي اللي عمتشين أقل يعني ربما الفرق يوصل ل17 نقطة بين الأهلي المتصدر والزمالك خامس الترتيب في الوقت الحالي فأعتقد النهاردة قد يكون وإمكان أعتقد بشرة سعدة الجمهور الزمالك قد يكون بداية لتصحيح الأوضاع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الموسم الحالي هل نقدر نقول إن الموسم الزمالك خلاص انتهى؟ يعني يعني أنت بتقولي إن آخر مباراة تحصيل حاصل في أفريقيا خلاص انتهى الموضوع لكن لو تكلمنا مثلا عن رجوع مرة تانية للدوري المصري هل هم لسه عندهم حاجة يدو لسه في أمل طبعا لسه في أمل الزمالك مش بعيد عنده مباراة أقل من بيرامدز هديدا نوي فيوتشر أعتقد لو فاز بيها هيقرب في عدد النقاط من المركز التالت والتاني فممكن جدا يقرب ويخش مربع الزهب بسهولة وممكن كمان يخطى في المركز التاني أو التالت أكيد ده المركز التاني أهم عشان دور أبطال أفريقيا في الموسم الجديد وهنا نتكلم برضو بواقعية الناس كلها في أفريقيا مش الزمالك بس هنا في مصر عايزين يلعاب ودور أبطال أفريقيا عشان يفوز باللقب عشان كسر العالم للأدية الجديد بشكل جديد في 2025 وفرصة برضو إنهاني للأدية العربية اللي ضمنت تأهولها الأهل من مصر والهيل السعودي والوداد المغربي الثلاثة ضمنوا التأهول لمشاركة في أول نسخة في كسر العامل عندها في شكل جديد في 2025 بمشاركة 32 منتخب هتبقى حاجة شبه كسر عالم للمنتخبات شيء مشارف جدا جدا نتمنى ليلى الزمالك صح أوضعه ونشوفه السنة جاية في جربطال أفريقيا ولليه ما ياخدش البطولة والليه كمان موجود مع الأهل في كسر عامل بس معايا ديها واحدة المنتخب معا مباراة مع ملاوي توقعاتك نصحتك الجهاز الفني مجلس الإدارة تقول إيه الاتحاد المصري تامن لا مش هتكلمة الاتحاد المصري هتكلم عن الأبديتوريا وجهاز المعاون هو إحنا عيشنا معايا تجارب ودية محترمة جدا جدا اختياراته منطقية جدا جدا طبعا تلات لعامل الزمالك سبع من الأهل تلعبان أربعة من بيراملز سبع محترفين تلاتة من ديها أخرى أعتقد اختيارات منطقية نتمنى التوفيق في المباراتين إن الوضع صعب جدا جدا الناس بس ناسية تصفات أفريقيا إحنا عدينا ثلاث نقاط متصويم مع الثلاث فرق اللي معانا مباراتين ملاوي لا بديل عن تحقيق أربع نقاط على الأقل إن لم يكن ست نقاط عشان ناخد خطوة قدام ونقرب من التأهل لكاس أم أفريقيا لأنه يكون عيب جدا لمتاخب مصر يغيب عن كاس أم أفريقيا كل شكر لك عثمان إبراهيم الناقد الرياضي نتمنى التوفيق لقدبي الكورن المصرية والمنتخب شكرا لك